هذا كيدا حد مرسله من نفسي إنا ما هقيت والله يا ابو قبلان هذا واحد يدري برأسه ولا يدري ونربحه حاطة هذا شكله من الحضران اللي بوه يعطيه دراهمات وقال روح تمشي بالصياه هب يا الحضري ما نقاعي تمشي اللي عندي هنا إياه لكن هيد تمشيته هذي بتخليني يمسك ذمه واسم على علباه أوريك يا بولا غبيب يا عيال ذا وراء تأخر الشمس بتغيب نبي نروح نريح بشتركم يا عيال لقلطة الملكية الحين يا عامر انت شاري ندينة ولا القعود؟ لا شاري القعود بس ترى الإجراءات مبسهلة في شريحة بيانات تنقل المعلومات كلها حقة المالكة الأول وتجي لي يا الربع لقيت لكم أهل القعود شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلق من معي؟ أنا عامر من وين؟ من حي السلي ونعم وين؟ سوكوش جدة حي الهندوية كفتة رأي نظر من الجردية ياسر بن الشفاء تركية من أم الحمام صالح من القصين خذيت هالمفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريس وياب عزها ولا بعزاها؟ لورا في عزاها في عزاها ان شاء الله كوفوا يا راه يمجلعد ترى المنافسة حامية واشوفك واثقة من نفسك هيب الله واثق واثق ومنتبخ الرأسة لكن الرأس هذا الله ما ينسمى غير إينا أثق بالله هولا ولكن فعولنا في الميدان واللي فراسة شيء يجي للميدان تأسي وتعقب؟ فإن شاء الله هني لا بركاش معه يا موك ابرام تقضي ربعت لي الله يروعك واش علمك؟ هل معذل هل معذل يقولون عنده واحد راي ينظر هو اللي اختار له القعود راي ينظر؟ هلا هلا الغلية مليانة شفتة هذا وخيها اللي مائه وظاه يزولها ماهو ازولها ناس يبقين جوبن واحد راي ينظر لكن نكمحهم راي ينظر ميش اسمه؟ اسمه كفتة يا بو قبلان شعلم وله هياك في تهشر قال كفتة عالوا عال كفتة تعايد تعايد هلا في اسلام عريت تعايد ووووو وكذا هو هدا طول هالجوه هلا يدور العيشة ماهو ازول واحد ان طول عمرك يدور بروم زايا لكن هين! هين يا ريجين! الوعد! الوعد الميدان! الميدان يعني ميدان! هادو اشتابه؟ شيف اللي رفعه المزاد؟ اخوياه! هاد انظامكم؟ هقول يأشين السرج على البقر الليم يقول لك تحداني انت انت ورا ما تقش خوياك هادو اللي معك وطرح تلعب بلاستيشن أبركلك لا تجي تحدى عطران الشوارب هقول يا عطران الشوارب الوعد بالميدان أنت ما تعرف من تلاعب هذي حقة بلاستيشن ها؟ حقة بلاستيشن أنت ما تعرف من تقاهم هذي حقة مواتر بعض أنت ما تعرفه بس يا شيبين يا شيبا والد ابكنفست علي والربع كلهم يشهدونه كلاميا مثل السيف انفست علي ترى الك منقية هلكنت الحالك أشهد يا رجال يا رجال خلكم شاهدين الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناكت المنقية أنا شاهد أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناكتك المنقية لا والله هالقام جلقاشرة تلتك أنت خياءك كالمنقية ما هي بناقتي المنقية عشرين ناقة انفست تراحلك لكن ما فزت وفزت أنا قعودك قعودك نذا نقصبه وفزت وبنت عشه أنا وره يجيل سلامات يا كابتن تبغى يقصوا بقعود بسبعمائة ألف إيحنا فين؟ بوم يا واد هذا فرح اللي مشاركت ما هي في محلها أقعد 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 هذا تحدي وان كان خويكم يابيناط حر يجيل ويصام خروص يتحدى وان كان ما هو بكفو برخمة يهذى لشيحم ويقعد أقول تم وأنا راعي مجلعد موسيقى ها نتوجه ها نطلع الفائز بالمركز الأول أمجال عيد العامر بن عالي موسيقى موسيقى هذا عاملنا حمر وميالعادة وضعهم معروف دايل الصدارة موسيقى هذا عاملنا حمر وميالعادة وضعهم معروف دايل الصدارة فكتب أصلاً هي كيوت، ما تستاهلها يا البلاية فعلاً أحبها عمى ولا شلون شافت كلها العيو فيه ومكملة معه؟ أصلاً كل الرجال كذا يحبون يسيطرون على المرة وهم سكينة سمعاً وطاعة ولما تما بغى ينسح من العلاقة وأنسحب وبسعر البنت ما تهمها مش شوف؟ لو شطفتي؟ أنا الحين بعذر يوم أتأثر بالمسلسل تاريخي كله طلاق وتجارب عاطفية فاشلة لكن أنت وش عنده سيئة البزر؟ تأثرت بالمشهد زي زيك لا يا حبيبتي ما تأثرت إلا ورات بلا عمتي المشهد هذا لو شوفه عامر اللي ما يحس تأثر وشان أنا؟ والله ما يندره عنت دد ديري بد د ديري بد ديري بد بسم الله يمّا قبلتنا طالبي مليون سلامات، صوتكم طالع البرة، ما عندكم؟ أبد كنا يشوف فيلم وتأثرنا أما عاد تأثران فيلم، ما هبيل أنتم شعرف كنت؟ بس تجمر حنونة، بترك البيت وبذف عن ويج طبعا وراهي صارخة علي تسذى، والله إنه ما تستاهد ترى هذا الصح، لأن الحريم ما يبيلهم إلا شكهم شو هذا الصح؟ تلقاها الحين كرهته، وكانت إنساعد زواجه هذا كره شكلي بس، من أغلب الحريم يبيلهم رجال حمش، رجال شديد يوريهم العين الحمرة، وأكبر دليل عندك شف دولي صار لهم متزوجين ثلاثين سنة، ولا طلقها ولا شيء بس لو ارتخيت ودلعتها، صدقني بتلقب وبتخلعك من ثاني سنة مش ثالث سنة، من أول سنة وبتطردك وتسحب عليك تقوله صاد، صف عليك، لا تروح بعيد شف عندك أبوي وأبوك، وكل الجيل القديم زواجاتهم تستمر لين يشيبون حتى كل متاحبك ما يعرفونها هذه يبيلها خبرة، ما عرفك أنت؟ شف، أبعطيك حصة، حصة وشلون تاكل البسكوت بالشاهي أول شي تدخلها، واحد، اثنين، ثلاثة، تقلبها، تدخلها بالفض سهلا يا أخي صعبة، كل ما حطت ذو إيه يبيلك وقت، شوي شوي تتعلم ها كذا شب واحد، اثنين، ثلاثة، ها، تقلبها تقلبها واحد، اثنين، ثلاثة كذا ممتاز شبيك؟ امشي قلب بنت تصيره فرف تسمي الله على بنتي هذا كله من القهوة السودا اللي تشربها ليل ونهار يا بنت الحلال هيق هوى أقول قلب بنت تسوي عقلها موب معها شاكل واحد نمعلقها ولعب عليها أمس صصيح من فيلم رومانسي واليوم طبحاك والتبوسا مدري ما نتصالف معه وش هو؟ حسبي الله ونعمل وكيل هذا اللي ما حسبنا عسابه اسمعي لا تسويين فيها شي وتتورين أبي تستراقبينها من بعيد لبعيد ثم نعمسكتي عليها شي أبي استرنينها رن ما عندنا بناتني غازلون هذا اللي ناقص بعد شوفي شوفي طابحك بسم الله وش فيس تسمين؟ شايفت نجني؟ لا بس خوفتيني، بش وجه تفتح الباب؟ لا خوفتك ولا شي أنت لي متوترة، مدري وش عندت مو بمتوترة ولا شي بس الناس تقول الباب قبل لا يدخلون والله ما بيقل البزارين يعلموننا كيف نفتح الباب أقول قوموا يخلي عنس الجوال نحط العشاء لهم متسقوط ملزقت نوجس بدل الجوال 24 ساعة هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي أسولف مع أمتي أجيب لهم شاهي أجيب لهم مكهوة ما دروش عندس قلازقت أنا بدل غرفة ما تبين تطلعين أمشي قدامي يمشي إن شاء الله روف أوف 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 من المسوي الكبسة؟ أنا اليوم اللي مزينا الكبسة كافوا يا عمّة ما راكب كبستي يا خي؟ ممتازة ولذيذة قالوا أنا معامر 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 السم ممتازة؟ أعني أقولت أعني يبقى كل ما تجي ما شاء الله بعد ما أكلت ثلاثة نقماتة الغالي حلال قاعدة ذوقها ما شوقوا زين أو لا؟ أخي لا تخرب الرومانسية تحب تخرب أنت ما يصر عامل بما أخروفها تعشوا أنتم جعله بالعافية أنا ما لي نفس أطلع برا أشبهوا قال لزمت عليها يبا مو بشغلك مو بشغل مو بشغل مو بشغل أعطي الشاي بأول أقول لك في أن أصدقائي عاملوا ياسروا شكوش أخوياك موجودين في الحفظ والصوت هالحين أنا ديهم لك أجلس أستريح أنا بأتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا أني موجود كفتا أخلوا علي يا النقبة لا تدق انتظر برا ليني جيك تفهم لو ما تفهم كيفك يا عامل من أنت؟ أنا أخوكم وجاركم زيد على فكرة ترى اللي سويتوا هذا موعب وأنا فخور فيكم ومبسوط أني ساكن في حارة فيها شباب أمثالكم يخافون على جيرانهم بس للأسف أنتم فهمين الموضوع غلط أخبيه يا جار أخبيه تعالي عامل طلع الرجال ما هو حرامي مسكي أنا أقول تعالوا تعالوا خلني أقهويكم وفهمكم السالفة كلها شك لنا استعجلنا وش السالفة؟ ماتري بس تعالوا نعرف باقي الموضوع انتو روح ورا خلولي هنا يا ابنة حلال لا تخاف لا تسير زلابا أنت امش امش ماتري 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 واخوي يبغى يسبقني ويأخذ ابوي عنده في لقية الحالة ويبي هو اللي يبر فيه خصوصا إن ابوي أكل حمد الله على كل حال ابوي عنده المرض الخبيث في رجلة للأسف إنه لما لاحقنا عليه ماتري والمرض انتشر في كل جسم الحمد الله على كل حالة صرحنا صرحنا قلت بغى أكسب أكسب أجربوه وأخذ مرة الليلة غريوم في حياته وخصوصا وخصوصا للأيامة معدودة ووقذ علمه عند الله فكرته وأي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه صرح الفكرة اللي يجد في بالي أني أنحاش من كل الناس و أني أدولي يفل له واستأجرها وأجينا نبوي فيها وأبر فيه على قل أني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياتك يعني ذا أبوك أي هذا أبوي أبوي اللي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر فيه الآخر يوم في حياته عاد تكفوني يا عيال أي أحد يسأل عني لا تعطونا أي معلومة وخصوصا أخوي أبوي يجي ويأخذ أبوي مني أنا لا يمكن أخلي أحد يجي يأخذ أبوي أنا ودي أبر فيه عيال اللي سويت شي ما كنا نتوقع الله يرزقنا بر عيالنا اللهم أمين بصراحة أنا مدري بش أقول لكم لكن الله يجزاكم خير وعن ذلكم عيال أنا بروح أشوف أبوي أخاف حتى الشي وأنا مانيب عنده أذلكم أخي ما شاء الله عليه أرمشي علينا ما عندك استراحة يا ولادي تروحها وتريحني الأستراحة وسلمناها وخذنا عهد أنا وخياي أني نجذي باقي أيامنا في رعاية والدينا ولا ترفونك شي فرجني انزل شايفني محرض قدامك لا 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 بسم الله عليك إيبا لا لا ما أنت محرول بس أنا ودي أبر فيك تكفي إيبا تكفي لا تحرمني الأجر قلنا بروح فيك لما تموت إن شاء الله عجيب والله خبر عاجل بعد توفيق من الله في الساعة الثالثة فجرا تم القبض على المطلوب جزا بن إدعار مع مرافقة زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة ويعد المطلوب جزا ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المقدرات وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة وقد أصيب جزا ولكن لا ذا بالفرار كذاب من الظالم موسيقى 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 يا بوي ليش تكبس؟ قولنا نلحق وبدون ما يدري أقول لك اسكو تنتح موسيقى تابل الطريقة يا فتاد موسيقى 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 شكلهم مباحث بعليك الحين أضيحهم بكف يا عالمي بكف كفوا عليك يا الطارة كفوا ذي وأنا صرفها جزني بعشرة بالمئة زيادة لأن يزبان تكم المباحث لو الدرج اللي وراه ذا يسوت فقال الآن انطرحنا وبالتوقيت شكرا اشتركوا في القناة قال هيا قال حفلة يقول هذا ما من شركات يعني يكتبوا علينا انه ما في حفلة لا لا ما هي بحفلة دي قولوا نشوفوا ش حاصل وش ذا شكلهم بيصرقون يا بويا الاشكال دي ما لعل الحكومة التربية اشتركوا في القناة سلامات ام حق حرمية قطو يا عيال قطو ولا حرك انتويا لا ارفا يدينك ايش انا ارني اموالا ما سوات شي يا جماعة الخير انتو فهمين قلت وهنا الأبرياء والوصوت جوا حتى بالامارية انا اللي بلك طول العمر اضن فرصا حاسي حالة بالعيال وشلون كده الله يطول لي عمرك حرامي بره وإحنا جوه رح نطلعكم يكفيكم اللي جاكم بس فهمتها عامر مباحث لا يا كفتة عامر مو مباحث عامر اللي مديري لأنهم لصوص بلغ عليه وتعاون مع الحكومة عطاك المكابة يا عامر مكافأة إن الناس اللي بره مفتك من شركم عامر وش فيت قاعد هنا؟ ليه؟ الواحد ممنوع يجلس عند استراحتهم لا لا ما قلنا ممنوع ولا شيء بس معلش مالكم حسي اليوم وأمس أصواتكم عندنا بالاستراحة يا ليلى القلق صارخنا ليه تصارخونا زعجتونا سكتنا ليه تسكتون سلامات مسؤولين عننا أنتم خلاص الاستراحة محولينا عصامة هاليومين والدردش قلبناها على الواتس عندكم مانع؟ بريات امشوا ذا نفسية أقول دزيها بس المشكلة يحرصونها ليل النهار بس محد منهم راضي يقول شيء أنا أعرف مني بيعطينا العلم بس خلي وردية حراستة تجي وراي حنت أبغى أروح معاكم لا 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 يا كفتة أنا تخلك هنا وجودك معنا زيادة قروشة أحرص الاستراحة لا تخاف كفتة عيونه مفتحة كافوا والله يا كفتة يرى أحرصها زين ها؟ طريق السلامة يا أحرصها كفتة أبو الكفاتي كيفك؟ هلا 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 ميت أنا بخير أوه طالع كشخة ورزة اليوم يا كفتة ما جبت حاجة جديدة هذا ستايلي يا زين الزين بس أقول كفتة أعلمني وش قاعدين يحرصون الشباب كل يوم؟ لا 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 أنا ما أقول لحد لأنه أنا يسموني كاتب الأسرع كفتة تكفى علمنا هنا جيران وأنت أحلى وأعز جار عندنا علمني يا كفوتي آه يا أروح كفوتي أقول لكم ما تقولوا لحد ما تحوى كفتة؟ ما رح نعلم أحد هيا هيا تعالوا عندنا نخلة تطلع ذهب نخلة تطلع ذهب؟ يا وع ما صدقت ما صدقت أنت كذاب أتحدك تورينا إذا أنت صادق بكلامك أنا كاذب ها؟ عشان تصدقوني هيا تعالوا أوريكم النخلة اللي تطلع ذهب هيا السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت هذا ذهب ذهب وعير 24 كم قيمتها؟ من 20 إلى 23 ألف ريال أم 23 ألف ريال شف 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 ضبطنا في الساعة ترى عندنا تفهم كثير ونخلق شف لا قلة 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 أو لا 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 تفذل عندكم وصل شرة لها أو فاتورة؟ وليش فاتورة؟ هذا الذهب معك هي بس شكلها غريب أنتم من وين جبتوها؟ ها تات التمرة خلاص نبي نجيب الفاتورة ونجي أم أنت خليك هنا لا تروح أم الله ذهب بنات بنات ذهب عشان تعرفون كفتا ما يكذب لا حول ما أحد راح يشتريها مننا للفاتورة كل مؤديناها محل يقول منا نجبتوها من وين جبتوها هذا اللي ما حسب نحسانها يا ابوة الجنية حقتك ما قالت لك كفتا بيع الذهب؟ لحظة وين كفتا وين راح؟ يمكن راح الحمام أه؟ هه؟ الملا تاجمون أنه دخلوا غصب عني سلامات أنتو إياها وش عندكم هنا؟ يلا برا 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 ترى صورت النخلة بجوالي ثانية واحدة أنشرها وأخلي العين عليكم ها بشر بعزكم أعطيكم كل واحدة منكم تمرى ذهبية لا سلامات كامرة يلقي عيطي إيه؟ ها تمر ها الوحدة فوق 20 ألف ريال هاوه تابون؟ ولا دافلج يوم؟ لا 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 ما نبين دافلج خلاص دام تمرى بعشرين ألف؟ أكيد، أكيدني بيها بس بشرط تساعدونا في حراسة الاستراحة يا بنات تامر أنت بنتا؟ ياوه لا 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 الآن أبوزع المهام أنتم تسمعون كلام شوكوش بيقعد معكم هو وكفته، أوكي؟ وأنتم يعيال همشوا معي، يلا يلا ما شاء الله، تبارك الله البيت عجبني، ونفس المواصفات اللي أنا بيها يا عم أسمع، إذا نصامل هل حين نروح للمكتب ونكتب العقد؟ لأن البيت توقي أرض علي اليوم ولا واجد اللي تصلون علي يبونه لا 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 لا، أبيه أبيه البيت، بس وديسل عن الجيران، ما شو وضعهم؟ في غفر، في إزعاج، بزنان؟ لا 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 لا، ما من إزعاج أبدا جيرانك هذول من كذر ما هم هادين يحسبون هالبيوت مهجورة زيل، أجل على بركة الله يا عامر سمي الغالية خذ الشاهي والكهوة الله يكثر خير يا سيما، ليه التعب؟ عندنا بالاستراحة كهوة شاهي مو هو بالاستراحة، هذا البيت جارنا الجديد اللي سكن جمنا، خذها وقول لها أن الوالدة تبي رقم زوجتك عشان يكلمون هيجون هيزورونا هي والجيران أبشر يا أم موسيقى 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 سلام عليكم خير خير يا إبو، اش في؟ رد السلام يا أخي قلنا سلام عليكم يا أخوي كسرت البيت يا أخوي لعبت فيه يا أخوي وعليكم السلام خير وش تبي؟ أنا عامر والدبو عامر هذاك بيتنا وهذه شاهي وقهوة جايبتها أمي ضيافة لكم في أحد اشتكالك قال أننا نحن نقشاه وقهوة؟ أنا من يوم ما شفت القفزات السودة ونغاصل نيدي شكرك من عشاق القهوة السودة أتحداك يا فريستا أقول حبيبي راح البيتكم ها خذ الشاهي وقهوة وودها بيتكم وتقهوة لا عدا أشوفك الباب البيت ها بس أمي مسويتها وتعبانا يلا يلا توقي على يلا يلا توقي على يلا يلا توقي على يلا طب خذها بس مجاملة يعني مش في إذانة وشولا رجعتها؟ رفضي استلمها وقف على الباب بوجهه النفسية رفضي استلمها؟ والله من سلوب كل مثل وجهك تاني عرفتها عن نفسك قلت انا عامر والد ابو عامر لا لكن ما عش ما عش قليل دبرة انا قليل دبرة؟ قسم بالله سويت كل اللي قلته ما ظنتي انا متأكده انك اخطيت على الرجال ولا ليش يقفل الباب بوجهك؟ انا بروح اصلح الموضوع مع الرجال وانت انزله واخر على وجهي سم سم ابيكم يا جماعة تروحوا معي نعزم جرل الجديد على ذبيحة فنان فنان لا فض فوك يا ابو عامر كافوا كافوا ابو عامر حق وواجب استاهل جرل الجديد الذبيحة يا ابا يا ابا والله هذا الادم ما يستحي ساعة انت الباب ما يفتح والله انك صادق ساعة ان ينتظر يا جماعة خلاص مشينا يا جماعة استاهدوا بالله يمكن رجال مريض وموجود الايين ابو الحظر يقم اشكم وش عندكم انت؟ ابو عبد جام كالله لابك تعطينا رقم المساجة الجديد لابني اعزم حنو يهل الحارة ومن قالك انو يابي اعزائي يمكم هذا رجال اللوهو اجتماعي ولا يابي يتعرف على احد من الجيران يلا توكل على الله عجيب موسيقى يا الحبيب خلا طالب طلبية؟ لا بس يمكن سليمان طالب بورغر لا مو بورغر طلبية من الصدرية ممكن تسلمها عنه؟ اللوهو اقول يا طيب اطلب لي وبعنا أدو أهلا عامر انزل أنا عند بيتكم وبعطيك حافظات جريش وقرصام الوالدة يلا من قدك اسمه يا درج أنا بالاستراحة شكرا مقدمة عطس الإيمال موجود بالبيت وتعلن بالاستراحة يلا يلا أوكي باي موسيقى أقول خلنا مشي بسوش هالرحلة لا لا بالعكس حافيبتي رحلة حلوة وأجمل شيء وجود مثل هالرحلة ايه هاي شو ده كله ماشي ماشي ما يفلق اللفيفة لو طربوا دي جي قاريها بالجدوى لنا لاحقين على الطرب خلونا نكمل فعاليات الهايكينغ موسيقى أحب أقولكم وصلنا لنهاية رحلتنا اليوم أوف وأخيرا أجل وين الباص ودينا المحطة عند سياراتنا موسيقى هالا والله أجلنا شبهة ومجدائل وما تبوني أطلع معكم مبانئ اللي قلت وبطاقية ولا كلمة يا أخي دخلتك مرأ مرعبا يا أخي آه حتى يا أخي عالش عاملت الثاني ما هلقزو وبسوي زحمة والشرع فاضي وجايب هالجحلط معك تبتسوي أكشن على بالك أنا المفلم جايب رشاشات لعبة يا ورع أنا مطلق شلش مسدساتي لعبة عامل 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 خل خوينة يرخمك أقول عطل على شحمة خلك مكانك يا عامل روق يرحم أمك ذا شكله جريه خلوه منقذة أقول أهدى أهدى ذا فيك كله حتى شعره فيك والمسدس فيك تاوله منقذين البيئة لنقذاء خلوك نرى الهطف ذاو ما قام فيه أهدى مات كوست مات ما ذا حاجبوا ما ذا حاجبوا ماذا حاجبوا قلوا بينك قلوا بينك لا لا أقلت لمسدس الحسن with purpose لا لا أراه بازوكا بس خلاص أخوك استر علينا أنا مريض انا مريضة على المستشفيات ومعي ورقة تثبت ذلك وخلاص تكفر وخلاص اشيات اقانعش اخلاص يا اخلاص اتنا تصير بلا انا وعد اجيك امي مكانت بي اتحدد الموقع واجيك ما انت متحرك من هنا لعد ما ترشع لي واحد من هالزيون يصير هو الضحية ولا بتصير انت الضحية لاني ابيك من اول لا 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 الترشيح لعبتي اصلا انا كنت نصراوي اول ارشعي لك النكبة نورة اين رحت النكبة؟ نحاشت وتركتنا سبنت وصحبت علينا اي اتي معاهم؟ هم اللي معي منيرا؟ انتي؟ اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يا بنت الناس ما أحد لامس بس وش السالفة أنا كنت أعرفة أنه أنا اليوم رح يجي هي تغار مني وتكرهني وتحسني أنا أحسن منها من هذي؟ بنت عمي ماي هذه ردة فعلي لكم يا البنات أجلة التفقور مع الشباب تخلوني أدخل استراحتهم وأنت يا بطاقية تستقبلني بساطور؟ أنا مريض أنا مريض وعندي مشاكل أسموح ونخوص وأنت يا راشد حبيبي القلب ترقمك لسه محفور في ذاكرتي أجل مسوي فيها تحبني أن تتزوج واحدة ثانية؟ أنا الآن رجعت لك المقلب دبل رجعت المقلب دبل واو ومصور بعد عشان أقعد أتفرج عليك كل يوم وأضحك عليكم deformك خلصت الان المقلب يا أبوي أنت عاوت؟ عافا أنت محومة كفتاه يا والا كفته أني أرسل لرب your ياسر وأرسلنانا العرض والخروف أول ما درى أن الرحلة فيها شباب وبنات جابكم على وجيهكم أما البنات جبتهم بطريقتي وأعطتني فلوس كمان آه يالخاين قمدوك يا رمه وبعدنا مئة وخمسين ريع لا يكون هي المئة وخمسين اللي دفعتها في الرحلة رخيص أنت أيوا اللي أتيتها ياسر عشان أسجل فيها الرحلة يعني لعبت عليك ودفعت قيمة الرحلة حمار أنت حمار فكر يا شخل بقي واحد وينما جبتوه صدناه كاشد جبه السلام عليكم أبي محمد السلام هلو أستاذ حياك الله يحييك يا أبو محمد في مجموعة الطلاب غيبين أريد أن أعلم أهليهم طيب أعطيني يا سامي أما الله يرضى عليك سام سلطان محسن سلطان محسن عبد العزيز المحمد عبد العزيز المحمد نواف علي موسيقى 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 ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سام أين أنا؟ أنا ولي أمر الطالب سلطاني وشو؟ ما يصير يا ابن الحلام أنا بنفسي موسطه المدرفة طيب خير يا شاب خير على العموم شكرا أن أهتي معكم وش فيه؟ يقول سلطان غايب عن المدرسة وين بيروح؟ ما أدري ما أدري الله يرحم أمك فتكني والله ما عاد أضرب أخوك سلمان والله أنت اللي جنيت على نفسك لا مصور مقطع فيديو ها؟ تبدي اللي أخوي ويرع؟ احنا بنقدبك أنت أشكالك أنتوا لخرطوا مجتمع ها 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 هاي يا ودي شبكم على البزر انتوا ما رجلوا عليه؟ خوك سيبانهم لطرف أخوي مش عد هانا مريد دخل قص ولا كلمة وإذا بزران تهاوشهم تحت راسك براس بزر ها؟ تحت راسك براس بزر شوفوا يا عيان هاذ اللي بسوي أول مهايطي وإنه قوي تدير تدير بد أنا القوي وراك تبكي الحين ها؟ وراك ذليل وراك ذليل شوفها يا سليمان الحين يبكي يبكي أخذت حقك منه ولسه باقي ها؟ هذا المقطع الكثير سليمان يسني أوكي؟ أرفع راسك أرفع راسك أرفع راسك ثاني مرة تتعرض لأخوي سليمان ما ترم إلا نفسك تفهم ألا ما تفهم؟ أفهم أفهم يلا يا عيان مشينا ايه ما تفكوا؟ لا خله هنا يتأتب نرجع نفك العصر ايه فكوني ايه تعالوا فكوني طيب إذا ما كان في المدرسة وين بروه؟ يا أبو سلطان الله يرضى لي عليك الجيل التالي هذا وان أخوك يطلع ما يقول لأحد وبعدين تلقاه طالع من هنا ولا من هنا مع واحد من أخياء ولكن بإذن الله أنه غير يرجع للبيت لا حوله ولا أخوته إلا بالله اللعب تدير بد تدير بد تدير بد آه شفت المقطع؟ ايه مقطع أم عاج أفتح جوالك شوفه أفتح جوالك مثل البزران هذا حقك يا سليمان وخد تمل هذا المقطع لك يا يا السليب أوكي؟ طرفع رأسك طرفع رأسك طرفع رأسك يا أبو يستاهل يا أبو والله يستاهل ها أرتحت من أمس ما ألمت ولا أرتاح راسي إليه ماجي بتحقك اسمع أمي وأبوي ما بيهم يدرون الحين تعبان أبروح أريح وصحني العصر عندي مشوار معه أوكي في الله يا بطل ويحط عينك في عينها وأي واحد بالمدرسة ينظرك هنعلمني يبطي وأنا أخوك يا أفوك فعليك أنا أخوك يا سي انتهت دوام وهو إلى الآن ما رجع إيه بس بالحالة إذا طرعت من المدرسة تلاقى أنا وياك قدامنا مجمع بس اليا أم ما شفتها لازم تتصرف يا أبو مشعل إلى متى بننتظر لا حقا ولا أخواتها يا رب لودتي يا رب لودتي يا الله يا رب يا رب لودتي 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى عامر عامر خير وش فيه لوسي دورتها في البيت ما لقيتها بطلع دور عليها قزي موسي 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 صار قطوتي يا حرامي ولاه ما خليك خير خير وش فيتس على الولد؟ صار قطوتي وتسأل عني وش فيه بالله ما سرقنا ولا شيء شوف عيني ان行بس وما بنت ابو عامر هي اللي ربط القطوة عند الباب وتظلمين اننا صارقين ضفي قطوتس يلا يلا! قم قم gasoline بتحولها لا طبوت هلا أبنلا طيب متى اخر مرة شفتوها نطل تلوسي في الشارع يا حقيرة ليه عامر سكت مراتك امعاد انت رمي تلقطو بالشارع اي انا رمي تلقطو بالشارع من يوم دخل بيتنا مادانة للامراض والمشاكل وانت ساكت وهيت تتمادى هدو هدو هدي يا نوف ورس شدتها انت وحالك المرضى العقليين شايفين انفسكم علي ايش عائلة مريضة من اكبركم لاصغركم شفت شفت تقول وانت ساكت بعدين احبدي ربك انا اخوي قبل فيك من زين يا بوطاقية انا بوطاقية انا بوطاقية انتو لوسي طالقين 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 ميل هلا ياسر كافك الحين؟ لا الحمدلله بخير طيب يجل شفيك تبكين؟ اخوي المعقد ضربني يقول ان ادخل السجن بسببي ليتك ما تنازلت عني يا ياسر الله ياخذى لا مي ما يصلح تقولين عن اخوك كذا وبين وبينك ما تتخيغ على البنات مو تتصحين اسمعي تعالى معي ابيك الموضوع يليتها جت على التنمر وبس يضربني يا ياسر يضربني المريض ويعنفني بقولت وكفوف ايوه فيك شيء لا 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 ما في شيء بسم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم فيك شيء يا اخوي فيك شيء لا لا ما في شيء ليه وش السالفة؟ كل كل بالعافية وانتبه لنفسك اخوي ها؟ الحمد لله وشك خير وش فيك خوفتني؟ لا لا ما في شيء بس لاك الرجال مسيكين شاكل عنده صرع وروح تشوفوش فيه حنون وانساني توك ما شفتي شيء وبصراحة يا مي انا جبتك الكافي هنا عشان موضوع صغير مي انا معجب فيك من الزمان وحابة تزوجك وفكك من نواف وغثاة وخليك تعيشين حياة مع عمورك عشتيها وخليك حرة وطليقة ومستقلة ها وش قلتي؟ صراحة انا مبسوطة اني لقيت الشخص اللي يفهمني ويخليني على راحتي مثل الرجال ياخذ راحته ويطلع ويروح ويجي البنت لها حقها تطلع وتروح وتجي على كيفها؟ بس بس ألك سؤال عندك علاقات قبل ولا جيت تعرفت على بنات؟ انا ما عمري كلمت بنت ولا حبات إلا أنت الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع ليك وأنا جنبك رضي ومرتاح الكل ما فيك ستنا كل الدنيا عشانك وهشركك حضنك ومكانك وبقول لك يا حبيبي حياة منات مين خطبت تستهبلين شوف سنابها وريني وف ايه والله غريبة ما علمتنا تروني عنها مسوية يعنيني خايفة ننضلها هي وراسها سلامتها وراهو ما قالنا هالجحوط صاح عليك وراهو ما قالنا هدو هدو يا عيل لا تشدونها أنا عارف ياسر أكيد الموضوع جاء سريع سريع عشان كده معلمنا صاح عليك يا عامل ياسر ما يغب علينا شيء حبيبي الكلام ده غير صحيح لو فعلا ياسر يعدنا أصحابه وأخوانه أول ناس ندري أنه يتزوج ولا المفروض استشيرنا يتزوج مين استشيرك أنت أنت ابوه لا أخوه لا عمه لا خاله لا أخته لا أجل ضف وجهك صاح عليك يا عامل ضف وجهك هاهاها القم بيبي عادي أروح لإستراحة اليوم عادي يا قلبي سوي اللي تبينه أنت تامرين أمر ما تدري قديش يا عمري البنات ميتين ويعرفون من خطبني طيب يا مي أنا أبي أعرف شيء واحد ليش ما قلتينهم للحين في كم واحدة من البنات حسودة وما بي أقول لهم لأن نتزوج وإنت بعد قول بنت عمي بنت خالي خلني سوي لهم سبرايز خلاص أبشر تعمري نمر يا قبل بنت خالتي مبروك يا السور والله سويتها عبليلك علي بينك المال وبينها الحياة زي ما زييت ما شاء الله كيف تشوف تجربتك في الزواج؟ فاشلة أم ناجحة؟ ما بعد عرصت يا درج زواجي لأسبوع الجاي بس المعدر منكم يا شباب ترى الزواج سيكون عائلي وأحلى احتفالية الأحلى مي بالدنيا بمناسبة خطوبتها فرحت لك من كل قلبي يا عمي كيوز ألف مبروك الله يبارك فيك ألف ألف مبروك يا قلب مرة مبسوطة لك ألف مبروك الله يبارك فيكم بنات عقبالكم أولا ساعد ألف مبروك ألف مبروك والبرحة 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 الله ألف مبروك يا ليلة الأزعاج البنات من يوم ما جوا جنبنا بالاستراحة والوضع قروش هو الزعاج يا بويا خليهم تسيبهم من بسط ويستمتعوا يعني تلاقي مية قمورة قاعدة ترقص وسطه خلعنا يا لسطوع لك حين عيد عليك يا أخي يستحلى وجهك تبي أحد يطلط على محاربك لا يا شيخ نسينا مكالينا نسينا الأيردروب نسينا يوم تتنصت على الجدران نسينا يوم ترجم الكورة عندهم هذا أكون لا يا شيخ ما علي الحين واحد منكم يقولون يقصرون الصوت ولا تربف لمبهم أنا مستعدوا الآن كمان لا لا أنا 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 بروح هذا ياسر أي موضوع يخص البنات يتصدر للموضوع الواداحة سودي ملاك طورينا كلنا هالا قلبي كيفك بس إذا ما عليك أمر بس تقصرين على صوت لغاني شوي بس معلش بيبي ما قدر أتمنى أنتم احتفين عشان خطوبتي ببقى قلبي خلاص هيلو باي ها سويت يلا كلمت ميقلت لها قصروا على صوت الأغاني يزعجتونها قالت بس هالأغنية بيوقفون كل شي عشو ها مضوك البجاح ها أبدا أيوة كله يرقص أيوة أشهر 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 على دار ضريب ها أشهر أشهر أكفلوا باب المجاري يلي تشرون لحجني ترون خير طفل أغاني خلاص ألحين بقول للبنات يقصرون الصوت أقول طفل أغاني فاهمه خلاص يجلك أشهر ياهو ياهو وحش يا عامر بالله كلبين منهم؟ مي نفسها بس الهيبة تفعل يا حلالة مي تعرف تسمع المين وتدروا كبالي أيوة أشهر 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 أشهر